الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الانسان المسلم يحب دائما ان يطمئن قلبه او ان يهدأ باله ان رب العبادة سبحانه وتعالى اخذ قبل قبل العمل قبل الصيام قبل قراءة القرآن وقبل التهجد وقبل القيام وقبل عمل الصالحات وقبل الصداقات هل هناك من علامات اذا كان هذا المصالع للصائم في رمضان كان قبل رمضان مدخنا واذا به بقيت رمضان انهى عادة التدخين السيئة وهذا الحرام الذي كان يرتكبه بين الحين والحين هذا دليل توبة كان يقطح في الصلاة اذا به يصلي الصلاة الخمس بنوافلها يعني او يصلي الصلاة الخمس في المسجد هذا دليل قبول العبادة اصبح سبحان الله القرآن محبب اليه عن الاغنية والمسلسل والقصة والحكاية والرواية واصبح امساك المصحف افضل من امساك الهاتف واصبح امساك المصحف ساعة وامساك الهاتف خمس دقاق هذا دليل ان الله قد قابل منه بدأ لما يقرأ القرآن كأن القرآن يخاطبه هو فلما تكلم عن المسرفين شعر ان هو مسرف ولما تكلم عن المبذرين شعر ان هو مبذر ولما تكلم عن هؤلاء الذين يعني قليلا من الله لما يهجعون وهو اصبح قليلا من الله لما يهجع هذا دليل قبول لما شعر انه لما طلح صدق كان فرحان وكان مبسوط وكان سعيد بان المبلغ هذا لم يستقر عنده في البيت وانه ما استقر في اجواف جياع او كسواتهم او او الى اخر او تفريج كرب او دفع دين لحد سبحان الله فاذا به يشعر بالانشراح والانبساط يعني والسرور هذا دليل وتوبة من الله سبحانه كانت قبل الرمضان متبرجة وتحط اخمر واحمر واخضر وبني اذا بها كرهت هذا الامر بدأت تلتزمه بعدين بدأت تتحجب هذا دليل توبة بفرل الله سبحانه تعالى بعد ما كان عنده ده في السنوات الماضية يشاهد المسرسلات والخيبة دي اه ساعتين ثلاثة كل يوم اذا بيه لا يشاهد بل بالعكس مسك التليفزيون ده وعدل الشاشة نحو الحائط والجهاز ده مش موجود عندنا اساسا والتليفون ده موجود للاخبار او موجود للتواصل مع الناس هذا دليل توبة يبقى اذا ان الله قبل منك اذا اغلق عليك باب المعصية حتى وان سرت نحوها وفتح عليك باب الطاعة حتى وان لم تسر نحوها فاصبح بذلك علامات تدل ان الله قد قبل منك توبتك اللهم تقبل منا توبتنا وانسر حوبتنا واغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا وانسر اخواننا وثبتهم على الحق يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة